المرة تانية اللي فيتو احنا اتكلمنا عن تقييم عملية تقييم الاسر البيئي اللي هي هي الخطوات بتاعتها في العموم وتعريب بتاعها في العموم. النهاردة ان شاء الله احنا نبتدين نتكلم مع بعض فيها وتاني برضو بس هنتكلم عن التفاصيل بتاعتها في مصر وازاي بنقدر اه نمشي في الخطوات بتاعت الاي اي اي اي. وبعد كده الاي اي اي لكل الاصار المحتملة لأي مشروع اه على البيئة سواء بقى كانت كل بقيتها اللي هي او او سحة عامة كل الحاجات الخاصة بالبيئة بنشوف التأثيرات اللي عليها. اه والتأثيرات دي سواء او او والهدف منها ان احنا نقلل او نحاول نمنع التأثيرات السلبية وين عزز التأثيرات الايجابية يعني نسترس عليها ان هي آآ تبقى اكتر العملية بتاعت التقييم دي بينتج عنها او بينتج عنها آآ فورم او نماذج كده او دراسات كاملة آآ بيبقى الهدف بتاعها ان احنا نعمل بساعة البروجيكت كل الاحتمالات اللي عندنا بتتحط آآ بنبتدي نعمل بنحلل كل النتائج دي او كل دي على بتاعت المشروع على البيئة نبتدي نعمل آآ نحط البدايل بتاعت المشروع وبدايل بتاعت كل اكتبتي في المشروع وايه اللي نقدر نعمله بنبتدي ناخد بندرك معنا الجزء بتاع اللي هو الاستشارات العامة بتاعت الناس آآ وان انت تاخد رأي الناس المحيطة بالموضوع وهي عندنا كمان ان احنا بنطلع اللي احنا تكلمنا عنها المرة اللي فاتت آآ كل ده الهدف من الدراسة بتاعتي او اللي بيبقى بتشمله الدراسة بتاعتي زي ما اتفقنا قبل كده ان الاطار القانوني بتاع الحماية البيئة بيختلف من بلد للتانية على حسب القوانين والنظمات اللي بتنظم الحماية البيئة في البلد دي. احنا عندنا المسؤول عن حماية البيئة هي وزارة البيئة والقوانين المنظمة هتلاقي قوانين كتير بتعديلاتها موجودة وتشريعات طبعا آآ القانون او قانون آآ اصدر لي حماية البيئة كان في سنة ١٩٤٤ اللي هو قانون رقم اربعة سنة ٩٩٤٤ بعد كده تعمل عليه موديفكيشن بتعمل عليه تعديلات وآآ حاجات كتير يعني هتلاقي لو انت لو حد حابب يتطلع على القوانين المنظمة لحماية البيئة بتقدر تخش على الموقع بتاع وزارة البيئة وهتلاقي كل القوانين بالتعديلات بتاعتها يعني كل قانون طبعا بيبقى جوابه بقى المواد بتاعته ممكن تلاقيه تعديل على مادة معينة كل الحاجات اللي تخص القوانين البيئية هتلاقيها موجودة على موقع الوزارة. طبقا بقى للقانون بتاع اربعة آآ قانون رقم اربعة سنة ٩٩٤ والتعديل بتاعه في آآ الفين وتسعة ان ما يمفعش اي مشروع آآ حديث اي مشروع لسه هي يتنشئ او اي آآ توسعات لي مشروع قائم لو كان مشروع عندي قائم وهعمله توسعات او هعمله آآ يعني بعمله اي حالة من دي سواء مشروع قائم او مشروع هعمله لازم اكون اعملاله دراسة باية او لازم اكون آآ وقدم وفقة البيئة عليه. آآ لو ده ما حصلش هيبتدي يحصل لك مشاكل في الترخيص يعني الجهة اللي هترخص لك هي انت مش هتقدر تحصل على الرخصة غير لما تكون مقدم الدراسة بتاعة الدراسة البيئية للمشروع على حسب الكاتجري بتاع المشروع آآ تبقى للقوانين والتشفيعات اللي موجودة فانت مش هتقدر تحصل على الرخصة وهتقف المشروع بتاعك لحد ما تاخد الموافقة البيئية. نيجي بقى لتقسيمة المشاريع. اللي هي حتى انفذية لقانون آآ اربعة سنة الف وتسعمائة وتسعين بتحدد المشاريع اللي تخضع لي آآ بايت على آآ شوية حاجات. ايه هي الحاجات دي? هي اللي هو النوع النشاط اللي هيتعمل آآ للمشروع ده او القائم عليه المشروع ده. آآ تاني حاجة المدى استخدامه او استنزافه المصادر الطبيعية اللي عندنا آآ بتاع المشروع هيبقى المشروع ده هيقام فين او هي تبني فين آآ آخر حاجة نوع الطاقة المستخدمة للمشروع. نوع الطاقة اللي انا هستخدمها علشان خاطر آآ اشغل المشروع بتاعي. عدنا هنا في مصر التقسيمة بتبقى برضو اللي هما ايو بيو سي آآ الاختلاف ما بينهم بيبقى على حسب شدة التأسيرات البقية دي على البيئة شكلها عاملة ازاي. بس احنا للأسف عندنا التلاتة اللي هو الاي والبي والسي معكسين عن العالم. عشان كده لما كنا بنقول المرة اللي فاتت ان احنا دي التأسيمة العالمية اللي هو ده كان اوحش انواع المشاريع اللي هو بيحتاج تقرير اثر بي كامل. لا احنا عندنا هنا العكس. كاتجوري اي هو كاتجوري سي اللي في العالم. اللي هو ما بيحتاجش آآ اي آآ تقرير لتقييم الاصر البيئي او دراسة لتقييم الاصر البيئي كاملة. كاتجوري اي ده اللي هو وده هنا عندنا في مصر بيحتاج ان احنا يتمليله فورم او اللي هو نموذج اسمه نموذج الف او اللي هو فورم اي. آآ عندنا كاتجوري بي ده اللي هو بيبقى ليه تأسيرات على البيئة بس اقل برضو من التأثيرات بتاعة كاتجوري سي. وده بيحتاج ان هو يتعمله آآ يتعمله نموذج به اللي هو فورم بي. بيتعمله آآ فورم تاني. آآ عندنا اخر حاجة اللي هو كاتجوري سي بقى. ده اللي هو ليه آآ ده بيحتاج لي آآ دراسة كاملة لتقييم تأثير الدراسة الدراسة كاملة لتقييم الاثر البيئي للمشروع على البيئة. هنا بقى نتكلم على البروستيور بتاع المشروع. ايه اللي بيحصل لما بقى عايزة عندي مشروع وعايزة ابتدي آآ اشوف انا هيخد عليه موافقة للبيئة موافقة بيئية ازاي. طيب احنا عندنا من المشروعات زي ما اتفقنا بس تقريبا التلاتة هو نفس البروستيور بيبقى واحد. في حاجتين كده اختصارين عايزين نبقى عارفينهم اللي هي هي الجهة اه Eğer المختصة والإي اي 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 دي جهاز شؤون البيئة المصري. الصاحب المشروع ميقدرش يتخطى الجهة الادارية المختصة ويروح لجهاز شؤون البيئة على طول. لازم يكون التعامل ما بين الصاحب المشروع وما بين جهاز شؤون البيئة بيبقى عن طريق الجهة الادارية المختصة. ليه? علشان خاطر اه اضمن ان او جهاز شؤون البيئة يضمن ان الجهة الادارية المختصة دي موافقة اصلا على المشروع اللي هيقام بالاعتبارات اللي هي الغير بيئية. يعني بعيدا عن البيئة. الجهة الادارية المختصة دي موافقة على المشروع ولا لا? لان انا لو رحت كصاحب مشروع للبيئة على طول. اه وخدت موافقة. طب الجهة بتاعتي اصلا موافقة او مش موافقة. فعشان ما يحصلش الكلام ده. فاحنا عندنا ان صاحب المشروع بيتواصل مع الجهة الادارية المختصة تابع المشروع بتاعه وتابع لها وبعد كده الجهة الادارية المختصة دي بتتواصل مع جهاز شؤون البيئة. طيب الموضوع بيحصل ازاي? في الاول انا كصاحب مشروع آآ بروح للجهة الادارية المختصة والجهة الادارية المختصة دي بتساعدني في تصنيف المشروع. بتبتدي في المرحلة الاولانية دي بنبتدي نحلت تصنيف المشروع. تصنيف المشروع ده بيبقى فيه قوائم كده هنشوفها كمان شوية بيبقى فيها عدد من المشاريع متصنفة تصنيف ايه او متصنفة بي او متصنفة سي. آآ فجهة الجهاز الادارية المختصة بتساعد صاحب المشروع ان هو يحدد المشروع بتاعه تبقى للقوائم دي. طب لو المشروع مش موجود في القوائم دي بترجع لي جهاز شؤون البيئة ويتبتدي تحدد جهاز شؤون البيئة تدي حدد الكاتجوري بتاع المشروع ده وبعد كده الجهاز الادارية المختصة بترجع تعرف الصاحب المشروع التصنيف بتاع مشروعه وبارعا ايه. بعد كده بيبتدي صاحب المشروع او ما ينوب عنه فكل اللي احنا هنقوله ده هيبقى صاحب المشروع او ما ينوب عنه القائم بالاعمال بتاع المشروع ده. بيبتدي آآ يقدم بقى يشوف على حسب نوع المشروع هيبتدي يقدم اي ولا فورم هيبتدي اسدم دراسة متكاملة. آآ على حسب النوع المشروع. هيبتدي عندي مشروع كزا. فهعمله كزا. فيبتدي يحضر بتاعته. ويبتدي يقدمها للجهة الاقدارية المختصة. الجهة الاقدارية المختصة في المرحلة دي بتراجع المستندات اللي هو باعتها وتتأكد ان الدراسة دي معمولة طبقا للتصنيف اللي احنا حددناه في الاول. وبتراجع المستندات وبعد كده بتبتدي نهاية آآ الدراسات دي او النماذج اللي متقدمة لجهاز شؤون البيئة علشان يبتدي جهاز شؤون البيئة يراجع وياخد بقى رأي في الموضوع ده. فبيبتدي يراجع المستندات اللي موجودة ويبتدي يقايمها ويبتدي يشوف المشروع ده هينفع ولا لأ. ممكن آآ بيئيا يعني فبناء بيعتبر الجهاز شؤون البيئة بيعتبر ان طالما جالوا جالوا المستندات دي فهي تعتبر موافقة ضمنية من الجهة الحكومية او الادارة المختصة للمشروع ده انه هي كده موافقة عليه ضمنيا بعيدا عن الاعتبارات البيئية فنبتدي نشوف بقى الاعتبارات البيئية انا دلوقتي همحتاج اي ممكن في المرحلة بتاعة المراجعة زي تكون الجهاز شؤون البيئة يكون محتاج معلومات اضافية او يكون محتاج مقابلة مع صاحب المشروع او ما ينبع عنه علشان يستفسر عن حاجات معينة او ممكن يكون لو مشاريع من كاتاجري بي يكون محتاج لها دراسات تكون محدودة او يكون آآ محتاج لدراسات زيادة او حاجات او مشاريع في فكل الحاجات دي بيبتدي يقرر بيها الحاجة او القرار اللي هيبتاخد ممكن كمان في المرحلة دي آآ للمشاريع اللي هي تأثيراتها كبيرة ممكن جهاز شؤون البيئة يستعين بجهة استشارية محايدة ويستشير برأيها علشان قاطر آآ ياخد قرار نهائي للموضوع آآ بعد ما بياخد القرار ده القرار ده بيبقى يام موافقة يام رفض يام بيانات زيادة مطلوبة ففي الاخر القرار ده بيتبلغ للجهة الادارية المختصة والجهة الادارية المختصة بدورها بتبلغ ده لصاحب المشروع آآ صاحب المشروع بعد كده لو مطلوب منه آآ حاجة زيادة او مطلوب منه آآ مستندات زيادة بيرجع يقدم تاني المستندات دي للجهة الادارية المختصة بيرجع يقدمها تاني او لو مثلا المدة اللي محتاجها اكبر فبيقدم جواب انه هو محتاج مدة اطول عشان يقدر يقدم المستندات المطلوبة منه. المدة المتفق عليها ان بيتراجع فيها الدراسة بتاعة الاسر البيئي او تقييم الاسر البيئي بتبقى ستين يوم. في حالة من اول ما توصل الدراسة للمرحلة بتاعة جهاش اون البيئة. اول ما تدخل جهاش اون البيئة من خلال ستين يوم لازم يكون فيه قرار اتاخد. لو خلال ستين يوم دول ما تردش على المشروع ما تردش على الدراسة ده بيعتبر موافقة ضمنية من جهاش اون البيئة على المشروع وخلاص كده يقدر صاحب المشروع ان هو يكمل في الاجراءات بتاعته. اخر حاجة كمان في عندنا حاجة اسمان تظلم لو انت المشروع بتاعك ترفض فانت في خلال تلاتين يوم تقدر تقدم تظلم. التظلم ده بيوصل للجنة دايمة للمراجعة. اللجنة دايمة للمراجعة دي تبتدي تعيد النظر في الموضوع. طبقا للمستندات طبعا. اللي بتبقى مقدم بقى المستندات والقوانين وكل الحاجات دي. طبقا للمستندات اللي متقدمة بتبتدي تشوف وتتعيد القرار تاني سواء برضو بالرفض او بالقبول وبتبلغ القرار ده للجهة الادارية المختصة والجهة الادارية المختصة بترجع تبلغه تاني لصاحب المشروع. اتكلمنا عن نتكلم بقى على طب او ايه هي اللي بتحصل على شيء او اللي باخدها في اعتباري عشان اعمل للمشاريع دي. مبدئيا احنا قلنا ان المشاريع بتعتمد على الكريتيريا. الكريتيريا دي بتاخد في اعتباراتها واستهلاك والطبيعة بتاعة اللي هتحصل في المشروع والطاقة. وده كان تبقى للقانون بتاع اربعة سنة الف سنة مية وبسعين لحماية البيئة. الكريتيريا في القانون ده او كل الحاجات الكلام اللي احنا نتكلم عليه ده باعتبار ان اللي احنا في ده مش منطقة آآ ليها طبيعة خاصة. زي مسلا للمناطق بتاعة المحنيات الطبيعية. احنا كده نخلنا في تاني ساعتها احنا بنتكلم في مش اللي احنا بنتكلم عليها. ففي حالة ايه هي الكريتيريا اللي احنا بنشتغل عليها? هي بتاع اللي هو معدل استهلاكنا للريسورس وطبيعة المشروع والتغيرات اللي هيعملها على وعلى الريسورس. آآ والناترال بتاعة الانبوتس اللي هي الحاجات اللي انت هتستخدمها وطبعتها وشدتها وشدت الملوثات اللي انت هتطلعها ونوع الملوثات اللي انت هتطلعها. آآ واخر حاجة الانتداد الجغرافي اللي هو مساحة التأثير والتأثيرات الفكتس اللي انت هتعملها هتمتد المساحات قد ايه? لكل نوع من الكريتيريا دي في تقدر تحدد بتاع الشدة للحاجة دي. هل هو هاي وهل هو ميديم هل هو لو? دي التلات للشدة بتاعت التأثير. آآ الكلام ده بيتعمل علشان خاطر نقدر نعمل للمشروع. فبنشوف هي شدة الحاجات دي عاملة ازاي بالنسبة لكل مشروع? فبناء عليه نبتدي نطلع المشروع ده هو تابع كزا او مشروع ده تابع كزا طبقا لشدة الكريتيريا اللي عندي دي. وده اللي هنعرفه دلوقتي. اللي احنا كلمنا عليها من شوية اللي هي الهار لفل او الهيست لفل والميديم لفل واللوست لفل. آآ ايه بقى هي مميزات كل واحد? او ايه امتى قدر اقول ان ده كده الهيست لفل او الهيست لفل او الهيست لفل. آآ لو انا عندي باستخدم كميات كبيرة من الهيسورس. يبقى انا كده في الهيست لفل. لو انا عندي با بعمل تأثيرات آآ دايما وتأثيرات قوية على الاراضي السيدة اللي عندي الاتجاهات بتاعتها يعني الحاجات اللي هي بتستخدم فيها لأ انا هعمل فيها تغييرات وهالتغييرات دي هتبقى آآ تغييرات جذرية ودايما. آآ لو انا عندي باستخدم في البرودكشن بتاعي في عملية الانتاج بتاعتي هستخدم مواد تكون خطر آآ او آآ او آآ وانا بعد ما خلص العملية بتاعتي وهطلع مواد فانا هطلع مواد خطر فالحالة آآ اما ممكن تبقى آآ او او آآ بصورة غذية. اي حالة من الحالات دي لو انا بطلع الكميات دي بكميات بطلع مواد آآ سامة او مواد خطر بكميات فانا كده في آآ لو انا بنت الكميات كبيرة من مواد مش سامة يعني مش مواد مش خطر بس انا بنت الكميات كتيرة منها فبرضو انا كده في لو انا عندي المشروع ده هيبقى لي آآ امتداد جغرافي للافاكتس بتاعتي آآ لو انا عندي في مرحلة الانشاء والاوبريشن عندي في آآ تأثيرات كبيرة على الجوانب البيئية كلها فكل ده انا كده في حتة الهيست طيب الميديم ليفل الميديم ليفل لو انا هستخدم بقى يعني تقريبا كل حاجة الميديم اللي هو انا هستخدم كميات متوسطة من الريسورس هستهلكها او ان انا هكون هعمل تغييرات على الاستخدامات بتاعته الاراضي السائدة بس انا مش آآ التغييرات دي هتبقى محدودة مش هتبقى بتأثيرات كبيرة آآ او بتاعها مش كبير آآ تاني حاجة او تالي حاجة ان انا هكون هانتج بمواد خطر بس او هستخدم مواد خطر بس تبقى حاجة حاجة آآ بروديكت حاجة آآ صانوية للمشروعpir مش ال البرودكت الاساسي او الاستخدام الاساسي للمشروع ف انا كده في و كمان لو انا هانتج آآ كميات من مواد اللي هي غير غير خطرة بس هانتج منها كميات متوسطة فانا كده في طيب بقى اللي هو اقل حاجة في كل حاجة ان انا هستخدم قليلة ان انا مش هغير في الاستخدامات بتاعت الاراضي اللي عندي والجهات بتاعت التنمية مش هنتج مواد خطر اه او هستخدم مواد خطر في بتاعي او في البروجيكت بتاعي واخر حاجة ان انا هبقى بنتج جميات قليلة من المواد الغير خطرة اه الملوثات الغير خطر كده احنا اتكلمنا على والكريتيريا بتاعت طيب نتكلم بقى على ازاي اقدر احدد نوع المشروع بتاعي مبدئين بس احنا كده بنتكلم على لان احنا لو تكلمنا على بيبقى ليها طريقة تانية مختلفة عن التصنيف الاساسي اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي احنا بنتكلم دلوقتي في في احنا عندنا الجهاز شغل البيئة حدد آآ قوائم القوائم دي مقسمة شوية مشاريع لكاتجري اي وكاتجري بي وكاتجري سي آآ وبناءا عليها تقدر تحدد انت مشروعك فين بس القوائم دي مش قوائم شاملة يعني مش شاملة كل المشاريع اللي موجودة في الدنيا ففي مشاريع آآ مش موجودة في القوائم دي طب لو انا المشروع بتاعي مش موجود في القائمة دي بيبتدي صاحب المشروع يتوجه لي الجهة الادارية المختصة وعشان تساعده فالجهة الادارية المختصة بترجع لي آآ جهاز شؤون البيئة ويبتدوا آآ يقرروا او جهاز شؤون البيئة يبتدي يقرر المشروع ده وفقا لانهي كاتجري مية من التلاتة طيب الكلام ده بيتم عن طريق ايه او بيحدده بقى عن طريق ايه باستخدام الكريتيريا اللي احنا لسه قايلين عليها من شوية طيب يبقى كده انا عندي بروجيكت هخش اشوفه في القوائم اللي موجودة لو لقيته يبقى انا خلاص انا حددت المشروع بتاعي عبارة عن ايه طب لو ما لقيتوش بارجع بعد كده الجهاز شؤون البيئة الجهاز شؤون البيئة بيقيم المشروع ده طبقا لي الكريتيريا اللي احنا قلنا عليها من شوية وطبقا لي بتاعها طيب لو لقى ان كل الكريتيريا موجودة في يبقى المشروع ده كاتجري ايه طيب لو لقى ان المشروع ده في واحد في كريتيريا واحدة منهم والباقي كله بيتقايم كمشروع كاتجري بي لو انا عندي لقيت واحد من الكاتجريز بتاعتي يبقى انا كده المشروع بتاعي بقى كاتجريزي يبقى انا بقدر احدد المشروع بتاعي اما عن طريق القوائم اللي موجودة بس القوائم دي عشان مش شاملة القوائم دي بالمناسبة بتتحدث كل فترة زمانية معينة بس لو القوائم دي ما فيهاش اسم المشروع بتاعي فجهاز شؤون البيئة بيبتدي قايم بناء على الكاتجريز اللي احنا الكريتيريا اللي احنا قلنا عليها وتبقى بتاعتها وتبقى زي ما قولنا دلوقتي هيبقى كاتجري اي او بي او سي. نيجي بقى زي ما اتفقنا ان عندنا عدد من اه الحالات الخاصة. الحالات الخاصة دي ما بتتعملش وما بتتصنفش زي التصنيف العادي لأ هي بيبقى ليها اه اختلاف او طريق تصنيف مختلفة وده بيعتمد على حسب الحالة دي عبارة عن ايه. اه الحالات اللي عندنا مثلا زي ان انت تعمل مشروع في منطقة تكون حساسة بايا. طب المنطقة الحساسة بايا دي اه ممكن تكون زي ايه? ممكن تكون زي المحميات الطبيعية. ممكن تكون زي الانشاط بتاع النيل او اي حاجة تخص اه ترع او بحيرات او كده. اه ممكن يكون اه اماكن اثارية اللي هي الاماكن اللي تأثيرك عليها ممكن يكون مضاعف لو لو اتعملت في حتة تانية هيبقى اقل بكتير من المكان ده مسلا. اه وده التصنيف بتاعه بيختلف وممكن يخلي مسلا ان انت لو المشروع ده في العادي محضوط في مكان عادي يبقى ايه? اه يبقى او يبقى تصنيفه ايه? فانت لما تيجي تروح في مكان حساس لا هيبقى تصنيفه بيه. لو انت كنت تصنيفك بيه فهيخليك تصنيفك سي وهكذا يعني. آآ فيه كمان ان انت تكون هتعمل المشروع في آآ منطقة تنموية يكون اتعمل لها اصلا قبل كده تقييم للاثر البيئي كامل ويعني مستند موجود. فبناءا عليه انت على حسب بنوع المشروع وعلى حسب المنطقة دي كانت منطقة ايه? وانت هتعمل المشروع ايه? فممكن تلاقي نفسك انت كان المشروع ده المفهودي تعمله وتقييم من درجة بيه فانت تلاقي نفسك بتعمل تقييم درجة ايه? وده طبقا آآ على حسب نوع المنطقة على حسب النوع النشاط اللي انت هتعمله وده بيتم تقييمه طبعا عن طريق جهاز شؤون البيئة وساعتها انت بتبقى ملتزم بالحاجات اللي معمولة في التقرير المتكامل للمنطقة التنموية دي آآ عندنا كمان لو هتعمل لمشروع قائم طيب المشروع القائم ده كان معمول له دراسة باية قبل كده طب الدراسة اللي باية قبل كده دي انت هتبقى ملتزم باشتراطاتها في ايه? طب انت الدراسة دي كانت اثبتت ايه? فبناء على كل ده بيبقى حالة خاصة بيتم التعامل بيها عن طريق جهاز شؤون البيئة وهو اللي بيحدد النوع بتاع الكاتاجري بتاع المشاريع دي. نيجي بقى لأيه المطلوبة لكل نوع من انواع الكاتاجريز اللي عندنا بتاعة المشاريع. آآ احنا قلنا ان المشاريع بتختلف عن بعض على حسب التأثيرات بتاعتها وبتبقى ايه وبيو سي. فكل واحد منهم ليه آآ متطلبات معينة علشان خاطر يقدر آآ يكمل الفورب بتاعه ويكمل التقرير بتاعه علشان يبقى دراسة تقييم الاصر البيئي بتاعته متكملة. كاتاجري ايه بيبقى اقل المشاريع طبعا فاتفقنا انه هو بيبقى اقل حاجة في المطلوبة بتبقى يعني الحاجات الاساسية بس عشان نقدر نعمل التقييم للاصر البيئي. هو بيبقى محتاج معلومات اكتر شوية وهكذا كاتاجري سي بيبقى محتاج بقى المعلومات بطريقة اكبر آآ كتير. آآ لو بصينا هنلاقي ان كاتاجري بي وكاتاجري سي بيحتاجوا حاجات ما بتطلبش اصلا في كاتاجري ايه لان هو بيبقى متطلباته اقل زي مثلا الفكرة بتاعة اللي هو ان انت بتدخل معاك الرأي بتاع العامة والاناليسيس بتاعة ان انت تحط بدايل الكلام ده مش موجود لآ الكاتاجري بتاع اي. آآ لو جينا نبص على الفورمس بتاعة اي وبي احنا قلنا ان اي بيتقدم له فورم وبي بيتقدم له فورم هنعرفهم كمان شوية هنبص عليهم هنلاقي ان البي بيبقى الاتنين تقريبا جمع بعض بس بي بيبقى طالب اه اكتر يعني هت هنبص على الفورم هتلاقي ان هو بيطلب هنا حاجة وهنا بيطلبها هي هيها بس بيطلب تفاصيل زيادة عنها. زي ما اتفقنا قبل كده كاتاجري اي هي الكاتاجري بتاعت المشاريع اللي ليها اللي هي تأثيرات بيقية آآ قليلة. وعشاء الاجراءات المتبعة لكاتاجري اي عندنا هنا في مصر ان احنا صاحب المشروع او من ينوب عنه بيقدم آآ فورم اللي هي فورم اي او اللي هو آآ نموذج الف. ده اللي بيتقدم لي كاتاجوري اي. زي ما اتفقنا ان احنا عندنا كده بالمشاريع آآ بتاعت الف وبه وجيم او اللي هي اي وبي و سي. فدي كده القائمة بتاعت المشاريع اللي متصنفها تصنيف آآ اي او آآ بيبقى متقسم فيها المشروعات الصناعية فهيبقى مقسم لك جوه الصناعات الغذائية فايي انواع المصانع هتلاقيه عدد لك انواع المصانع اللي بتتصنف آآ تصنيف آآ الصناعات الغذل والنسيق بعدها هيبقى جايب لك الصناعات الكيموية الصناعات الكشبية ومدي لك الامثلة الحاجات بتاعتها الصناعات الحرارية والتعذين الصناعات المعدنية آآ بقى كده المشروعات الزراعية والمنشآت الصحية المستشفى وكده مشروعات الطاقة والبنية الاساسية وفيه مشروعات تانية بيبقى عدد هيلك من ضمن المشروعات اللي آآ في كاتيجوري ايه كل المشاريع دي اللي هي بتتطلب آآ نموذج آآ آآ الف زي ما اتفقنا القوائم دي او القوائم اللي احنا هنتكلم عليها او اللي هناخدها وريكو شكلها دلوقتي القوائم دي كلها مش شملة القوائم دي آآ فيها يعني شوية مشاريع بقيت المشاريع تانية ممكن تلاقي ممكن جدا تلاقي مشاريع تانية مش موجودة في المشاريع دي وبيتم التعامل معها زي ما اتفقنا قبل كده انه بيرجع للجهة للإدارية المختصة والجهة للإدارية المختصة بترجع للجهة شؤون البيئة وبيتم تحديد نوع آآ الكاتيجوري بتاع المشروع طيب ايه بقى الحاجات اللي انا محتاجة باعرفاها علشان اقدر اعمل او اكمل الفورم بتاعة ايه ابدأيا احنا الفورم بتاعة ايه دي عبارة عن او الحاجات المطلوبة علشان اقدر اعمل اللي هو اقيم المشروع بايا فبقى محتاجة بس البيانات عشان اقدر اقيم المشروع ده وكمان بيبقى في شوية كده مطلوبة بتبقى مرفقة مع النموذج ده علشان نقدر آآ نحصل على كل المقنات المطلوبة طيب ايه هي الحاجات الاساسية اللي بطلع بيها بالفورم ده سواء من الفورم او من اللي انا رفقاها مع الفورم دي بيبقى عندي اللي هو الوصف العام للمشروع بكل اللي فيه بيبقى عندي اللي هي القوانين والتشريعات الخاصة بالمشروع اللي عندي عندي اللي هو الحالة البيئية المحيطة بيه بتاعها زي ما اتفقنا قبل كده سواء بقى بتاعة المشروع على البيئة او الامباكس بتاعة البيئة على المشروع وكمان اهم حاجة اللي هي خطة الادارة البيئية لازم كل الحاجات دي دي تعتبر المتطلبات الاساسية لي آآ عشان اقدر اكمل فورم اي ده كده شكل فورم اي اللي هو بيبقى نموذج النموذج ده بتقدر تجيبه من آآ جهاز شؤون البيئة او بتقدر تجيبه من آآ موقع الوزارة يعني سهل جدا ان انت تجيبه بيبقى موجود وورد وبيبقى موجود ونموذج مجاني بيطبع يعني مجاني من جير اي مصاريف آآ الفورم ده بيبقى فيه شوية معلومات بتتملي المعلومات عامة بند بيبقى معلومات عامة اسم المشروع ونوع المشروع على حسب هو نوع وايه وعنوان المشروع اسم المالك هل هو شخص هل هو شركة آآ اسم الشخص المسؤول عن المشروع والبيانات بتاعته الجهة المنحة للترخيص طبيعة المشروع هل هو جديد هل هو توسعات لو كان توسعات يعني هو موجود لحاجة قائمة طيب المشروع القائم ده كان معمول له اصلا دراسة تقهيم اثر بيئي ولا لأ آآ طب هو ممكن يبقى ملوش او ممكن يبقى ملوش لو كان مثلا المشروع ده كان معمول قبل القانون ما يصدر فكان ما كانش ساعتها بيبقى مطلوب اصلا الدراسات دي فممكن يكون المشروع ده كان موجود من ساعتها فما لوش تقيم اثر بيئي طيب لو لي يبقى بابتدي اشوف اللي بعد وهو التاريخ الحصول عليها امتى طب ده مرفق واحد هتلاقي بعد كده آآ الترخيص التاريخ الحصول على اول ترخيص للمشروع هيتطلبه منك مرفق اتنين بعد كده هيقول لك ان هو هل مشروع يقع في تنمية اوسع اللي هو بيبقى منطقة معمول لها اصلا آآ دراسة دراسة بيئية متكملة طيب لو موجودة هتبتدي ترفقها دي يعني انت ما بتبقاش ما بتعرفهاش من نفسك انت بتسأل الاول في الجهة المختصة وتعرف هي ليها ولا لأ آآ بعد كده بيبتدي عايز بيانات للمشروع اللي هي المساحة الكلية المشروع والمساحة الكلية المباني طب هو تختلف اه تختلف لان ممكن المساحة الكلية المشروع بتبقى انت عندك مبنى مسلا وحوالي آآ اي حاجة معمولة لبرا او مساحة عامل منشأ سياحي مسلا ففندق فعندك مساحة بتاعة المباني وعندك مساحة تانية اللي هي الجلين اريا والحاجات كل الفاصيلاتز اللي برا ما بتبقى محتاج مساحة تانية فيبقى ده المساحتين بعد كده بيطلب منك المكان وموقع المشروع وده بترفقه بخرايط بقى وبشكل واسط عامل المشروع ده وبكل الحاجات اللي حوالين المشروع بتوضح حدود الموقع بعد كده بيطلب منك المسافة بين الموقع وقرب كتلة سكنية اللي طبعا تبقى متحددة بيطلب منك بعد كده طبيعة المنطقة اللي بيقع بيها المشروع وممكن يبقى اكتر من حاجة هل هو مبنى مستقل ولا يعلوه سكن ولا موجود في قرية ولا موجود منطقة زراعية ولا منطقة سحرية ولا داخل الكتلة السكنية ولا خارجها يعلوه سكن دي اللي هو مثلا زي بتعمل حاجة زي فرن فبالنسبة لك اه يعلوه سكن ممكن يبقى يعلوه سكن او مبنى مستقل اللي هو اصلا مشروع هيتعمل فيه مبنى مستقل ممكن تعلم على اكتر من حاجة موجودة هنا. بعد كده بيطلب منك وصفة عامل لمنطقة المشروع فبتوصف فيها المنطقة بتاعت المشروع وكل ما يخصها من العوامل البيئية بقى والبيولوجية الاجتماعية وثقافية بتبتدي آآ الترف كود ده اللي هو زي ما قلنا. بعد كده بيطلب منك البنية الاساسية هل الحاجات دي متوفرة ولا مش متوفرة فبتبتدي تكتبها. بيطلب منك بعد كده وصف المراحل المشروع في مرحلة الانشاء. تاريخ الانشاء ايه? الجدول الزمني بتاعك هيبقى ايه? هتعمل ايه? الانشطة اللي انت هتعملها في خلال الانشاء. هتجيب مصادر المية منين? معدل استهلاكاتها ايه? نوع الوقود اللي انت هتستخدمه ومعدله ومصدره. العمالة اللي انت هتشغلها واماكن اقامتها. المخلفات النتجة عن الانشاء هيبقى ايه المخلفات اللي عندك وكميتها عاملة ازاي? مخلفات صلبة او مخلفات سائلة وهتتخلص منها ازاي? لو عندك امبعاثات اه بازية دخان ريحة مواد علقة عندك ضوضاء عندك اي اي حاجة تانية وهترجع تعمل نفس الكلام لمرحلة التشغيل. هتوصف بقى وصف تفصيلي لكل مرحلة من مراحل التشغيل. ومفوض انك ترفق فيها اشكال ورسمات توضرحية تبين البروصيس بتاعتك شكلها عاملة ازاي? والمكونات الرئيسية للمشروع مصادر المية ومعدل استهلاكها لان انت ممكن تبقى في الاول انت محتاج بس مية للانشاءات اللي هو انت هتعمل بتنشئ المشروع فمحتاج مية خلط الخرصانة اللي هي الحاجات دي. بس ممكن بعد كده يبقى انت بتستخدم حاجة يبقى انت عامل فندق فمسلا هتستخدم المية فيها لحمات السباحة هتستخدم المية للعمليات اللي بتحصل بتحتاجها جوه الفندق فمعدل استهلاكها هيبقى اكبر. نوع الوقود ومصادره نفس الكلام اللي احنا قلناه هيبقى عايز ترفقه عايز تملية تاني. وهكزا برضو العمالة المتوقعة ووصف ليه الانشطة اللي موجودة وبتوضح كل ده برسومات اه توضحية وتوضح ايه المدخلات ايه الحاجات انت هتستخدمها وايه الحاجات المخرجات اللي من كل اه اللي كل حاجة هتبقى موجودة في المشروع ده. وبتبرر برضو او بتحط برضو كمان المخلفات اللي عندك عندك ملوثات هواء عندك مخلفات صلبة وتبتدي تحط كل المعدلات اللي انت اه المتوقع ان هي تطلع من عندك هتبقى قد ايه. اه المخلفات السائلة زي الصرف الصحي هتبقى عايز تقول كمان انت هتتخلص منها ازاي? طيب عندك صرف صناعي برضو هيبقى قد ايه? هتتخلص من الصرف ده ازاي? هتختار فين هنا? طب لو انت عندك هتحط وحدة معالجة للصرف الصناعي ده ولا لأ? وهتبتدي ترفق لو هتحط هتبتدي ترفق وصف المكونات بتاعة المحطة المعالجة دي وهتتخلص من الحاجات اللي خارجة من المحطة دي ازاي? لو عندك المخلفات الصلبة والخطرة هتستخدمها ازاي? هتنقلها ازاي? هتتخلص منها اه ايه طريقة التخلص بتاعتها? اه كل الحاجات دي طرق الحماية بتاعت العاملين كل الحاجات دي بتتميليه. بعد كده هنا طالب منك القوانين والتشريعات بترفق القوانين البقية الخاصة بالمشروع بتاعك وبتحدد الجوانب اللي بتحددها التشريعات مع رقم المواد الخاصة بيك. آآ وبعد كده هنا بيبقى فيه تقييم بقى التأثيرات البيئية بترفق بقى التحليل للتأثيرات البقية المحتملة اللي حصلة او اللي هتحصل في خلال مرحلة الانشاء ومرحلة التشغيل. والتأثيرات دي على كل الحاجات الهوى والطربة والمية وكل الحاجات اللي احنا قلنا عليها قبل كده. وهي على حسب آآ طبيعة المشروع طبعا يعني بتتناول التأثيرات بتاعتك وتحطها في مورفك آآ اللي هو رقم عشرة ده. بعد كده بتبتدي عندك بقى خطة الادارة البقية لتخفيف التأثيرات البقية اللي هي اللي هو الخطة اللي احنا قلنا عليها خطة الادارة البيئية بتوصف الاجراءات اللي انت هتاخدها علشان تخفف كل اثر وبتوصف البرنامج اللي انت هتعمله للرصد آآ بتوصف المتطلبات المؤسسية بتحدد مين المسئولين ومين الترتيبات اللي هتبقى موجودة للتطبيق علشان تقدر تطبق الاجراءات اللي انت قلت عليها وان انت تقدر تتبعها بعد كده وهتلاقي هنا بعد كده في جدول بيبقى في كل المرفقات اللي عندنا هتلاقي موافق الجهاز كل المرفقات اللي فوق اللي احنا عدناهم دول هتلاقيها مكتوبة هنا وهل تم ارفاقه نعم او لا وليه لو انت مرفقتوش فليه يعني ممكن يكون في حاجة معرفتش توصل لها فيبقى ده السبب بتاع ان انا معرفتش ما معرفتش اوصل لي المعلومة دي مسلا تكون آآ بتبع جهة معينة وانا مقدرتش مقدرتش احصل عليها فيبقى ده التعليل بتاعها فكل الحاجات دي بيبقى المفروض ان انت تبقى نعم بس لو في حاجة لا فيبقى في سبب للتعليل بتاعها وهتلاقي هنا بعد كده ده بيبقى اقرار بيقدمه صاحب المنشأة او الماينوب عنه وبيوقع عليه وبيبقى تحت هنا دي بيانات بتتميلي بمعرفة الجهة الادارية المختصة اللي هي بتخاطب بعد كده الجهاز شؤون البيئة وهتلاقي آآ في الآخر دي التعليمات العامة للاستفاق بتاع النموذج هيبقى بيقول لك انت الخطوات اللي المفروض تعملها عبارة عن ايه وان الجهاز شؤون البيئة هيرد عليك في مدة اقصاها ستين يوم وفي حالة رفض المشروع تقدر تتظلم في قد ايه دي كده البيانات اللي هي او الخطوات اللي ممكن تعملها عشان قاطر تقدر آآ تقدم الفورم بتاع ايه. نيجي بقى الكاتجري بي وهو الكاتجري اللي لي آآ اكبر شوية من الكاتجري ايه واقل من كاتجري آآ سي الصاحب المشروع ساعتها بيبقى مطلوب منه ان هو يقدم فورم بي وعلى بناء على المراكعة بتاعة فورم بي من من الجهاز بتاع شؤون البيئة آآ بيبدأ او بيكرر ان هو ممكن يحتاج لتفاصيل زيادة فيبقى محتاج لآآ تقييم آآ دراسة يعني دراسة آآ مفصلة شوية لآآ معينة او لتأثيرات معينة وبيبقى موضح الحاجات اللي هو محتاجها آآ دي عبارة عن ايه علشان يعمل على الحاجات دي ويبتدي يقدم ليها دراسة آآ دراسة مفصلة شوية هنا دي قايمة المشاريع المصنفة تصنيف بيه اللي هو آآ تصنيف آآ بي وبرضو هنا هيبقى عامل لك نفس الكلام اللي هو اولا المشروعات الصناعية فيبتدي يقول لك الصناعات الوزائية وبعد كده يبتدي يقول لك صناعة الغازل والنسيق وهتلاقي برضو هنا حاجات ممكن تلاقي اللي هو اقل من عشر طن لكل يوم فده يبقى معناه ان المصنع اللي في الكباستي ده هيبقى في بي بس لو الكباستي دي زادت يبقى هو ما ينفعش يبقى في الكاتجري ده ممكن تلاقيه في الكاتجري الاعلى آآ الصناعات الكيموية بعد كده هيبقى جايب صناعات الادوية صناعات الخشبية هتلاقي ممكن حاجات مختلفة يعني صناعة الادوية دي مكادش موجودة في كاتجري ايه لا المصنع بتاعة الادوية اللي هي النوع ده آآ بتتصنف في كاتجري بي النواع تانية هتلاقيها بتتصنف في كاتجري سي وهكذا آآ الصناعات الحرارية هتلاقيه برضو محدد لك آآ شوية منهم الصناعات المعدنية الصناعات الكهربية والالكترونية ومشروعات تدوير ومعالجة وتخلص من المخلفات هتلاقيه عندك مشروعات زراعية برضو ومنشآت صحية ومشروعات آآ بترولية ومشروعات طاقة وبنية اساسية ومشروعات ساحية كل دي كاتجري دخلة في او كل دي آآ مشاريع دخلة في الكاتجري بتاع بي. نيجي بقى للمتطلبات عشان اقدر عملها الفورم بتاعت بي اللي هي المشاريع آآ في كاتجري بي. المتطلبات بتاعتنا هنا آآ بتزيد شوية عن المتطلبات بتاعت آآ الكاتجري اي هو برضو بيتمليه ومش مختلفين عن بعض كتير وبيبقى في برضو بيترفق مع المشروع آآ بترفق مع النموذج بتاع المشروع آآ ايه الحاجات اللي بتبقى مطلوبة وايه هي الريكويرد بيزيد عندي هنا آآ اسامي المعدين للتقرير والأدوار بتاعتهم ايه آآ بيزيد عن آآ بي الثابت عندي في الحالتين البروجيكت ديسكريبشن الوصفة بتاع المشروع والقوانين والتشريعات اللي موجودة اللي تخص المشروع والبيزلاين ديسكريبشن بشكل ممكن يبقى تفصيل شوية الفيزيكال والبيولوجيكال والسوشيال آآ بنوصف بتاع البيئة آآ متكامل وبعد كده نفس الكلام اللي هو التأثير بتاع البروجيكت على البيئة وبتأثير البيئة على البروجيكت واللي بيزيد معايا كمان هنا الاناليسيس بتاع الالترنيتفز اللي هو ببتدي احط كل البدايل المتاحة للاكتابتز اللي عندي وكل الحاجات اللي عاملاني آآ مشاكل ببتدي احط الالترنيتفز لي الحاجات دي بما فيهم كمان ان انا ببقى حطة بديل ان المشروع نفسه ما يتعملش فالتأثير اللي هيحصل ايه وثابت ما بينهم طبعا الامبرنومينتال مانجمنت بلان اللي هي حاجة اساسية في اي دراسة لتقييم الاصر البيئي اللي هي بتبقى بتشمل السامري دي الامباكتس اللي موجودة عندي كلها المهمة بيبقى فيها دي هقدر اعمل ازاي هقدر اخفف الاصر دي ازاي ايه الاسليب اللي انا هتبعها وبيبقى فيها كمان بتاع اللي هو ازاي هقدر ارصد واحدد الوسائل بتاعت التخفيف دي اتعملت ازاي او هقدر ارصد ورائم الوسائل بتاعت التخفيف دي عن طريق ان انا بقيز بقى زي ما اتفقنا قبل كده اللي هو الطريقة بتاعت المنوترينج آآ بعد كده عندي كمان اللي هو آآ الرصد للأداء ان انا ببتدي عايزة اشوف الأداء بتاعت هو ده الرصد للأداء اللي هو آآ آآ اعرف انا الحاجات اللي عملتها او الوسائل بتاعت التخفيف اللي انا عملتها قريدي آآ ماشية كويس او حققت النتائج اللي المفروض ان هي يتحققها ولا لأ ده كده اللي احنا اتفقنا عليه المطلوب من بعد كده بيبقى عندي كمان المتطلبات المؤسسية اللي هو ببتدي احدد المسئوليات اللازمة ومين المسئول عنها علشان نطبق الاجراءات بتاعت التخفيف دي وببتدي اشوف انا محتاجة تدريبات ولا لأ ايه الحاجات المتطلبات اللي احتجاها والترتيبات اللازمة علشان نستق بين المسئولين في والمسئوليات بتاعت الجهات المختلفة علشان نقدر نطبق الاجراءات بتاعت دي فعندنا كمان المتطلبات والنطاق بتاع النشر اللي نتائج التقييم بتاع الاسر البيئي ودي بتبقى آآ اللي هو بعد ما بتخلص الفوق الدراسة دي بتلاقيها موجودة على موقع الوزارة بس مع الاحتفاظ بان فيه اوقات اجزاء بتبقى آآ ما بتتحطش اللي هي ممكن تبقى حاجات خاصة بالنواحي فنية او نواحي ليها علاقة بامنية فبيبقى حاجات ما ينفعش او حاجة اللي هو فيها سر تجاري مثلا فما ينفعش ان هي تتحط للعامة فالحاجات دي بتبقى بتتشيل من المسخة الالكترونية اللي هتتحط على الموقع وهتبقى الناس كلها هتبقى شايفاها ده كده النموذج بتاع فورم بي اللي هو النموذج بتاع تقييم الاسر البيئي للتصنيف بي المشعود اللي هي آآ تصنيف بي آآ عندي هنا نفس هو النموذجين قريبين جدا من بعض الفرقات اللي ما بينهم بسيطة جدا آآ ده كده الجزء الاولاني هو هو بيزيد عليه هنا القائم باعداد النموذج من الشخص اللي عدد النموذج ده بالبيانات بتاعته آآ هتلاقي هنا نفس الحاجات آآ كاملة زي ما هي زي الموقع زي الفورم اي بالزبط هتلاقي بس باختلاف هنا لبديل البدايل المقترحة لموقع المشروع هتبقى عايز تقول هنا ايه البدايل المقترحة المشروع وأسباب اختيار رفل الموقع ده آآ آآ اي حاجة فيها بدايل هتبقى دي حاجة زيادة موجودة في فورم بي مش موجودة في فورم اي زي برضو البدايل هنا المأخوذة في الاعتبار للمدخلات المستخدمة او التكنولوجيا اللي هو كل هتبتدي تتعدد كل زي الموجودة عندك ايه الحاجات هستخدم كزا طب ايه البديل بتاعه وهكزا كل الحاجات دي هتبتدي تسردها هنا بقية الحاجات برضو لسه احنا زي ما احنا مفيش حاجة جديدة نفس الحاجات اللي موجودة في الفورم بتاع ايه بس هيزيد معاها كمان اه اللي هو الملخص يعني الخطة بتاعة الادارة البيئية بتختلف شوية عن الخطة بتاعة الادارة البيئية لموجودة في الفورم ايه وكمان بيزيد معايا هنا اللي هو الحتة بتاعة اللي هو التشاور العام اللي هو بترفق كده قايمة بالجهات والاشخاص اللي انت اه تواصلت معاهم اللي ليهم علاقة بالمشروع واللي حصل ما بين يعني حصل ما بينكم التشاور والوسيلة بقى اللي انت استخدمتها علشان التشاور ده كانت ايه ممكن يبقى زي ما قولنا قبل كده انه هو كان ممكن يبقى الندوات او اللي هو لقاءات يعني او استطلعات رائية او اي حاجة بيبقى فيها اه يمرفق في الاخر بتضيفه لي الفورم بتاعتك وهنا برضو هتلاقي نفس الجدول اللي هو انت الحاجات دي مرفقة ولا لأ ولو مش مرفقة يبقى مش مرفقة ليه وهتلاقي برضو نفس الاقرار اللي هو بيتميلي باسم صاحب المشروع واسم الشخص المسؤول وبعد كده الجزء الخاص بالجهة الادرية المختصة وهتلاقي برضو اللي هو الورقة اللي فيها التعليمات العامة بتاعت النموذج بيه والاشتراطات بتاعته وايه او ايه البروسيديور بتاعته بيتميزاج نيجي بقى لاخر كاتاجري اللي هو كاتاجري آآ سي كاتاجري سي هو المشاريع اللي بتحتاج آآ اللي لها اثار سلبية آآ كبيرة على البيئة واللي بتحتاج ليه دراسة كاملة لتقييم التأثير البيئي الدراسة دي مش صاحب المشروع اللي بيعدها لأ لازم يكون فيه مستشار بيئة او شركة استشارات بيئية هي اللي بتعد المشروع ده آآ بيبقى فيه لست لازم ترفق بيبقى فيها آآ قائمة يعني القائمة دي بيبقى فيها آآ جميع الاستشاريين اللي سهموا في الدراسة بتاع تقييم الأثر البيئي دي وبيتم ذكر كمان كل آآ كل واحد منهم التخصص في ايه او ايه كان دور كل حد منهم في البروست دي هنا هنلاقي الفورم بتاعة المشاريع المطنفة تصنيف جيم او اللي هو الفورم بتاع الليست بتاعة آآ سي المشاريع الكاتاجري سي هنلاقي برضو مشروعات صناعية هتلاقي الجزائية بازل ونسيج الكيمويات الادوية الصناعات الحرارية والمعدنية الصناعات الكهربية تدوير ومعالجة التخلص من المخلفات آآ المشروعات زراعية ومشروعات بترولية هتلاقي فيه نوعية المشروعات اللي هي بتاعة الطاقة البنية الأساسية مسلا عدد المشاريع كده كبر آآ المشروعات السياحية مشروعات آآ مشروعات اخرى هتلاقي برضو اللي هو شوية مشاريع كده آآ كل الحاجات كل المشاريع اللي موجودة في القايمة دي بتصنف تصنيف سي وهارجع اكد تاني ان القوائم اللي احنا عرضناها دي مش ما فيهاش كل انواع المشاريع هي فيها آآ شوية مشاريع او جذء من المشاريع واي مشروع تاني مش موجود في اللاس دي بنبتدي نعمل ابستوديور التاني اللي احنا اتفقنا عليه ان احنا بنبتدي يتواصل مع الجهة الادارية المختصة الجهة الادارية المختصة تتواصل مع جهة شؤون البيئة ويبتدي يتحدد نوع المشروع ده او الكاتجري بتاع المشروع ده عبارة عن ايه؟ نيجي بقى للرقويرمنتس للستادي بتاعت الاي اي 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 لكاتجري سي من البروجكتس الكاتجري ده محتاج يعني دراسة للتقييم للأثر او التأثيرات البيئية متكملة بال اللي موجودة في كل حاجة في المشروع. فالدراسة دي بتبقى وبيبقى ليها معينة زي ما اتفقنا قبل كده ان هي ليها كده بيبقى فيها اه اه او متصلبات او اه عناصر اه لازم الدراسة دي تبقى شمليها. العناصر دي بقى هي ايه? هنقولها دلوقتي. ده كده بتاع الدراسة للتقييم تقييم الاصار البيئية او التأثير البيئي لمشروعات هنلاقي اول حاجة في اللي هو ملخص تنفيذي كده بيبقى فيه اه ملخص عام لكل الحاجات المسكورة في التقرير اللي هو اه وصف ملخص لوصف المشروع والاثار بتاعته البيئية والاجتماعية والوسائل بتاعت التخفيف والخطة بتاعت الادارة البيئية وكل وصف تنفيذي للمشروع كله اه مختصر. اه بعد كده بيبقى فيه اللي هو الوصف بتاع المشروع زي ما قلنا قبل كده وبعد كده بيبقى فيه كل الاطار القانوني والتشريعات والقوانين الخاصة بالمشروع. بعد كده بيبقى فيه وصف ليه البيئة ووصفه متكامل اللي هو بتاع اللي تكلمنا عليها قبل كده برضو. آآ بعد كده بيبقى عندي والاناليسيس بتاعت الامباكس الامباكس بتاعت البروجيكت على البيئة والامباكس بتاعت البيئة على البروجيكت بعد كده بيبقى عندي الاناليسيس بتاع الالترنيترز اللي هو كل البدايل المحطوطة عندي لكل الموجودة وكل البدايل المحطوطة لكل حاجة شغالة بيها في المشروع بما فيهم ان المشروع ما يبقاش موجود اصلا. آآ بعد كده بيبقى عندي بكل الديتيلز اللي احنا قلنا عليها برضو قبل كده. بعد كده بيبقى عندي اللي هو التشاور او آآ اللي هو ادخل الرأي العام في المشروع بتاعي وده متطلب اساسي آآ في المشاريع اللي من المتطلب ده بيبقى فيه عندي بعد كده آآ يعني مفصل اكتر بيبقى عندي بتاع البابليك كونسولتيشن بتاعه ببتدي احدد مين اللي هيدخل في النطاق بتاعي لازم اشرك المواطنين والجهات المعنية آآ معايا في المشروع علشان ده بيبتدي آآ يفتح لي زي ما قولنا قبل كده ايه ايه الاصار اللي ممكن تأثر على الناس دي في الحائف بسبب المشروع ده آآ الجهات المعنية آآ كل الناس دي او كل الجهات دي بتبتدي تخش معايا ممكن يخش معايا جهات حكومية ممكن يخش معايا جهات مهتمة غير حكومية آآ كل دول بيخشوا بيبتدي يحصل التشاور بعد كده عندي بتاعة اللي هو المنهجية في الخطة دي بتحصل ازاي آآ ممكن يعني احنا قولنا قبل كده ان هو بيحصل اكليفة عن المرحلتين من الدراسة او المرحلة فيها بتبقى بتاعة اللي هو تحديد النطاق ففي المرحلة دي انت ممكن تقدر تقعد مع كل جهة معنية او كل آآ جهة من الجهات اللي هيتعامل معايا النقاشات دي آآ لوحدها او ممكن تتعامل آآ لقاءات جماعية وكلهم موجودين ويتاخد فيها آآ كل آآ يعني كل اللي هيتقال في عين الاعتبار آآ وبعد كده بيبقى في مرحلة تانية ان هما بتبتدي يحصل تاني تشاور مع الناس دي بعد ما بتبقى تعملت المسودة بتاعة التقرير او الدراسة بتاعة تقييم الاصر البيئي آآ بيبتدي بتبتدي في الجلسة دي او في الوقت ده بيبقى كل الناس موجودة مع بعض وكل الجهات المعنية او الممثلين لها موجودين مع بعض آآ وبيتاخد رأيهم او بيبقوا اختاروا قبل كده بالمسودة بتاعة الدراسة دي علشان خاطر في الاخر نتوصل لان آآ ده على ارضاء للناس كلها او الناس كلها متفقة على الطريقة دي آآ بعد كده بيتعمل لتشاورات دي كلها بيتعمل لها وبيبقى ليها آآ مجالس يعني اللي هي محاضر المجالس بيبقى ليها آآ مستندات يعني آآ بعد كده بيبقى عندي كمان المتطلبات بتاعة الناشرة دايما قولنا قبل كده اللي هو الجزء اللي ينفع يتنشر للعمة الجزء اللي ينفع يتحط على الصايت والناس كلها تشوفه فيه اجزاء اللي هو بيبقى ليك حق ان انت آآ ما ينفعش تحطها لاني ليها اعتبارات تانية آآ تجارية او ليها علاقة بالتكنولوجي اللي مستخدمها فما ينفعش تتحط آآ بيبقى عندي لكل حاجات اللي موجودة فيه التقرير وبيبقى عندي كمان مرفقات المرفقات دي بيبقى منها آآ قايمة بالاستشاريين اللي عملوا الدراسة ودور كل واحد فيهم فيه الدراسة كان عبارة عن ايه بيبقى فيه عندي آآ كل بتاعت بيبقى موجودة عندي دي لازم برضو تبقى موجودة في المرفقات آآ لو انا عندي المحاضر المحاضر بتاعت دي بتبقى موجودة برضو في المرفقات آآ ده على سبيل المسال ورئيس الحاصر المرفقات بيبقى كل كل الحاجات اللي حصلت او اللي تمت خلال عملية الدراسة كلها بترفق في الاخر مع التقرير خلي بالكم ان ده مش فورم بي يتكتب او مش زي فورم اي او زي فورم بي لأ ده تقرير بيبقى آآ انت من الاول اللي عامل الفريم بتاعه وانت من الاول اللي حاطت كل الكلام اللي فيه وده بيبقى طبقا للدراسات بقى وكل الكلام اللي احنا قلناه في المحاضرات اللي فاتت كده احنا خلصنا وآآ لو في اي حد عنده مشكلة في اي حاجة يتوصل معي